ينعقد المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران والذي سيخصص لتدارس مشروع قانون تنظيمي خاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومشروع قانونين يتعلق الأول بمجلس المنافسة والتاني بحرية الأسعار والمنافسة وسيعرف المجلس الحكومي تقديم حصيلة مباريات التوظيف المنظمة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية في 2012 أقدم الحصيلة هذه الحصيلة الآن إلى حد الآن تم الإعلان عن ما يقرب 20 ألف منصب خلال النصف الثاني من سنة 2012 فهذا 20 ألف منصب كان تقريبا 1350 منصب كانت تهم المؤسسات المقاولات العمومية وكذلك الجماعات المحلية 20 ألف منصب همت تقريبا تم تنظيم 543 مباراة لهذه الإعلانات لهذه 20 ألف منصب ويختتم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقصرح تعينات في مناصب أولياء طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعي من الدستور ترجمة نانسي قنقر